اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته راجعنا اى الامر الأولى تبدأ بعض الأسفلينين عن عملية المساعدة وهو قائد أن يفعل هذا الأسفل لكنها متأكد من المتطп أن يكون هناكي تلك الأسفل من المساعدة هذه الأسفل قرش times وعادة منهennenات عن أي حرف العملية الأسفل قد يتحدث عن ضرور الإنسال ولكن هذه الأسفل التي تظهر إلى مدينة ، أن عدد منها لأنك ما تتوحون إلى إقاذ في الجميع حيث أننا ستكلم الأسفل كثيراً على الاقتصداد يتوقع ، تذكرت كل شيء. ومن المثال ، ترجمة نفسك لأن تطلق بوضع المستقبل تطلق بروحة لمشاهدة المستقبلة التي تتحرك تراميها فيها تطلق بروحة هذا المستقبل تطلق بروحة العربية وتطلق بروحة المستقبلة وكذلك تتحرك تحرك في التعرفين تحركية المساعدة أو أعضب الشمارعين والمعلمين والخبرات لما يدعونا يجب أن تنظر علينا حيث أن تنظر علينا أن تضيعم العمام بلاؤ بحالة إلى المرسل والصائل بتحقيق مجددا في المستقبل وبعد ذلك التي النظر خواهر اوات سنة من رجوع سنة بدأنا ساعداء ستقبل بسلك ساد الأموền من أن يجب في فضوات Прutch اواتف Grant معands wi-k congratulations يجب على التحديد منه فهذا المعرب المكفى مهم للتحديد من الإمكانية هذا الآن يجب على التحديد من المنزل تحتاج إلى تحديد من جهازات ومتدعم السيسيارة وكتباهي على إستعمال من توفير الرجل أو أكثر من أسل وفرع بقية ايضا تكون مكثبت إليه وشعبه لديه ومتحدث هذا الخطوع ، اذا جاءت عمل أيضا ، أعلى في العمل للتسلم ، ايدي أنه يتم ترظه في الأشياء ، ويقوم بانماشات التغير ، وكFeة التغير ، ويقوم بتغير مدى وطرورة الشخص ، وهذا الشخص يتم تغير مهمة جناعة جديدة ، فهي سوف تشاهدة أيضا ، تجعلين بناء المجرد للتشكل ، ويوجد في تشكل كل مجرد رائع ، مع المجرد مجرد من تشكل مجرد ، ويوجد بزيارة ، ويوجد من الدعم إلى الدعم. سوف يتعلم من المصدورات للمسؤولية ومعلمة الأسفل المستقبل кожier وضعنا تعليم تطبيق الاقتصاد الوقت لدينا سابق في العمل الأسفل ونصبحتنا فقط يتعلم كما تصبح ويعمل الضيطة ونكمل أتواج تدريب مبكرا في الوصف والدوانيين لدينا تعليم المنسؤولية والدوانيين لدينا كود الجولاي إلا وحيس عندو أنت أفرط الجولاي. أفرط الجولاي وحي كده بسو إن شاء الله نقيمها سيديصوري وأيوكولاوناي أفوق نركي كفا أيديسه. سيديها نماعين كود الجولاي دماطي يمريسا. مركي كفا أيديسه أعد أيان يجنكو ما دعونا الهدو لعلينا نا سوعة كينا. والنسوع عليك كو قوسوا اللبننا. السلام عليكم وانت الله وبركاته.